اشتركوا في القناة وقيرها من هذه المواضيع فأهلا ومرحبا بكم سعادة الوزير أهلا وسهلا بكم وسعادة بقبول هذه الدعوة والظهور على شاشة تلفزيون قطر حياكم الله يا مرحبا مسألة فيكم سعادة الوزير دعنا نتحدث في البداية عن أهمية قانون الموارد البشرية والهدف من هذا القانون ما في شك أن ما تشهده اليوم دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد من خليفة الثاني حفظه الله ورعاه من تطور في جميع المجالات يتطلب ذلك أن يتواكب معه تحديث لجميع التشريعات وهو ما تم حاليا وما يتم حاليا من تحديث معظم التشريعات في الدولة ليواكب هذا التطور ومن ضمنه صدور قانون الموارد البشرية اللي يميز وفي نفس الوقت يعالج الإشكاليات اللي كانت نتج عنها التطبيق العملي للقانون السابق قانون الموارد البشرية قانون إدارة الموارد البشرية الحالي فتم من خلال معالجة أغلب أو معالجة الإشكاليات اللي كانت موجودة في القانون وكذلك من خلال الفترة اللي عمل فيها القانون يتم رصد جميع الملاحظات اللي تبدأ والاقتراحات اللي تبدأ سواء من الوزارات أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ودراستها والحمد لله تم معالجتها جميعا في مشروع القانون الحالي طبعا هناك كثير من الأمور اللي تمت معالجتها منها توحيد سلم الدرجات والرواتب منها فتح درجتين خاصة وممتازة لأن كانت الدرجة الأولى هي أعلى درجة بعدها تكون الدرجة وكيل وزارة مساعد ووكيل وزارة وطبعا هذه درجات قيادية يتم منحها أو التعيين عليها وفقا للهيكل التنظيمي حسب كل جهة فالموظف لما يوصل لدرجة الدرجة الأولى وجد عدد كبير صراحة من موظفي الدولة وصلوا الدرجة الأولى وتموا على هذه الدرجة سنوات طويلة فصار تكدس في الدرجة الأولى فاليوم فكرة القانون أنه يتم تحفيز الموظف لغاية ما يوصل لسن الستين وهو يكون في حالة تحفيز ومنافسة على أساس أنه يبدع وينتج وهذا ما وجه به سيدي سمو الأمير خطابه أمام مجلس الشورى فالحمد لله بصدور القانون أصبح هناك اليوم الموظف اللي موجود على الدرجة الأولى وصار له خمس سنوات راح ينتقل لإنتقل إلى الدرجة الخاصة طبعا مع توافر أنه يكون عنده حصوله على درجة تقييم أداء جيد جدا لآخر سنتين وأي موظف صار له مثلا سنة بيكمل أربع سنين وبيروح اللي صار له ثلاث سنوات بيكمل سنتين وبينتقل للدرجة فالحمد لله القانون بشكل عام عالج كثير من الإشكاليات السابقة راعى جوانب كثيرة لجانب الاجتماعي فبشكل عام القانون الحمد لله يحفز على العطاء والإنتاجية للموظف القطر نعم وهذا ما نتمنى إذن تحدثنا سعادة الوزير عن أهمية وأهداف هذا القانون قانون الموارد البشرية الجديد دعنا ننتقل سعادة الوزير إلى موضوع الأسرة طبعا استقرار الأسرة سعادة الوزير طبعا هو انعكاس على نجاح الموظف في عمله وهنا السؤال هل اهتم القانون الجديد بالمرأة العاملة وراعى الأسرة هذه طبعا كانت من ضمن أولويات القانون اليوم كثير من الحالات التي تجي أو الطلبات التي تقدم دعنا نقول من صح التعبير من الأخوات العاملات الموظفات عندهم أولاد وعندهم أبناء في السابق كانت الإجازة تمنح إجازة سواء مرافق اللي عندها ابن وراحة تودي علاج خارج الدولة اليوم في القانون استحدثت مادة تعطي الموظفة القطرية إذا كان ابنها منوم حتى في الداخل في الدوحة في أحد المستشفيات في الدولة تأخذ إجازة على أساس تكون معاه وترعاه وهذا يعني إذا كان الموظف اليوم مرتاح نفسيا وعنده هذا رح يأثر إيجابا على عطاء وينفكس على عطاء فالحمد لله تم مراعاة هذا الجانب وفي مادة تعطي الموظفة القطرية إجازة إذا كان عندها أحد ابنها منوم في المستشفى كذلك إجازة الوضع إجازة الوضع مدة شهرين وثلاث أشهر للتوأم لكن في نقطة بس أحب أوضحها هي فعلا شهرين لكن في النص السابق في القانون الحالي إذا كانت إنهت الشهرين وعندها رصيد إجازة من إجازاتها ومن رصيدها يؤخذ من الرصيد كانت جوازية للجهة يعني ممكن أنها الجهة توافق أو ما توافق اليوم أصبح حق مكتسب للموظفة إذا خلصت فترة الشهرين أو الثالث الشهور توأم وعندها رصيد إجازات وتبقي تكمل تقدر تكمل هذا حق لها بيكون وفقا للقانون كذلك ساعات الرضاعة كانت في القانون الحالي تمنح الموظفة إجازة لمدة ساعتين للرضاعة لمدة سنة القانون الجديد يعطي الموظفة الحق بساعتين يوميا لمدة سنتين فهذه كلها من الأمور التي تساعد الموظفة على أنها توائم بين حياتها الاجتماعية وبين حياتها الوظيفية سمعنا ساعدة الوزير في القانون الجديد عن نظام الدوام الجزي يليس نعطي المشاهد الكريم نبدأ عن هذا النظام وأهم المزايا والحقوق لهذا النظام يمكن مثل ما تفضلت أخي محمد بما يتعلق بأن هل القانون أوجد يعني مراعاه أو حقق توازن للأسرة أو ميزة للمرأة طبعا هذه المادة أعطت الحق لوجود نظام جديد استحدث هذا القانون للدوام الجزئي لإشراك أي سواء امرأة أو رجل يعني لا يستطيع أن يعمل بشكل كامل أو أن المرأة لا تستطيع تعمل توازن بين حياتها الأسرية وبين وظيفتها ممكن في بعض الوظائف أنها تعمل لبعض الوقت أما ساعات معينة يوميا أو أيام معينة في الأسبوع وهذا بيحقق حسب حسب إمكانيتها هي تشوف ظروفها وحسب الجهات التي ستطبق عليها هذا النص طبعا الامتيازات ستكون مبدئيا سواء الراتب أو البدلات والعلاوات ستكون نسبة وتناسب نسبة وتناسب يعني اليوم إذا تداوم مثلا يومين في الأسبوع سيكون الراتب يختلف لما تداوم ثلاثة أيام في الأسبوع أو تداوم مثلا ثلاث ساعات في اليوم غير لما تداوم أربع ساعات غير خمس ساعات إذن العلاوات والمزايا حسب ساعات العمل ببطب ستكون نسبة وتناسب وحتى الإجازات إجازاتها البدلات الراتب كلها رح يكون نسبة وتناسب رح يصدر فيه إن شاء الله بعد العمل بالقانون قرار من مجلس الوزراء يحدد هذه الإجراءات والضوابط اللي رح تكون خاصة بالعمل الجزي الآن سعادة الوزير صدر قانون الموارد البشرية الجديد متى يتم العمل على هذا القانون طبعا بصدور القانون يوم الأحد رح يعمل فيه حسب ما نص على من اليوم التالي لنشرف الجريد الرسمية وإن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة رح يتم نشرف الجريد الرسمية من قبل وزارة العدل ورح يعمل فيه من اليوم التالي لنشرف الجريد الرسمية بإذن الله سعادة الوزير هناك تساؤل حول تبني القانون وقيام وزارة التنمية الإدارية بمتابعة المبتعثين دراسيا حدثنا عن هذا الموضوع ما في شك أن لابد من وجود خطة وطنية لتعزيز القدرات الوطنية البشرية في جميع التخصصات التي تحتاجها الدولة طبعا لأنه من غير المتصور لأي دولة أن تحقق التنمية المستدامة والتقدم المنشود بدون سواعد أبنائها فكان لابد من وجود خطة وطنية للموارد البشرية طبعا هذا بحكم اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشيون الاجتماعية وفق القرار الأميري اللي صدر في 2014 قرار رغم 16 لسنة 2017 اللي بتعيين اختصات الوزارات واللي تم تعديله في قرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 طبعا تختص وزارة التنمية بوضع السياسة العامة للموارد البشرية فتم التنسيق مع جميع الوزارات في الدولة بحصر الاحتياجات اللي تحتاجها الوزارات للخمس سنوات القادمة والعشر سنوات على مدى سنوات طبعا ركزنا على الوظائف التخصصية اللي اليوم عندنا ندرة فيها والحمد لله بدأنا الابتعاث يمكن من سنتين بدأنا ابتعاث للوظائف التخصصية حسب احتياج كل جهة اليوم عندنا الابتعاث سواء في جامعة قطر او كلية المجتمع احنا اليوم حتى الطالب اللي تقديره خمسين في المية نحتاجه وناخذه ونبعثه كلية المجتمع لمدة سنتين بعدها يكمل في جامعة قطر سنتين ويحق تخصص يكمل سنتين وهذا فيه اتفاقية بين كلية المجتمع جامعة قطر على اساس انه يكمل طبعا احنا محتاجين اليوم قطر محتاجة ابنائها محتاجة ابنائها وفق للتخصصات تحتاجها الدولة فهذا المسار مهم واليوم بالتنسيق مع الجهات بفضل الله بعد عشر سنوات بنكون احنا على الأقل بدأنا صار عندنا قاعدة من الموظفين وفقا للتخصصات اليوم احنا التخصصات اللي يتخرجون يتخرجون لكن ما كان في خطة مرسومة اليوم الخطة واضحة لاحتياجات واضحة حتى صار فيه تنسيق بيننا وبين الجامعات بين جامعة قطر وبين جامعات المدينة التعليمية عندنا احصائية داخليا وخارجيا ساعة الوزير لا داخليا داخليا انا اقصد القوائم لاحتياجات سوق العمل احتياجات الدولة من التخصصات صارت مع الجامعات جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية على اساس تفتح التخصصات المطلوبة لسوق العمل في نفس الوقت نحن اليوم عرفنا كل جهة كم تحتاج من التخصصات وبدأنا نبتعث لها من الحين هذه السنة الثانية حتى الطلاب اللي في الجامعة اللي يدرسون سواء سنة ثالثة أو سنة رابعة أو سنة ثانية يتم الحاقهم ببرنامج الابتعاث الحكومي طبعا إذا كان التخصص اللي يدرسونا محتاجة أحد الجهات الحكومية هذا يعني يقودنا نحن نشير إذا كان لمعرض التوجيه والإرشاد المهني بإذن الله سيكون في معرض للتوجيه والإرشاد المهني الفئة المستهدفة في هذا المعرض فئة طلاب الثانوية العامة من الذكور والإناث بتكون كل الجهات الحكومية وقد تكون الجهات القطاع الخاص كذلك خلال الفترة الجاية يعني نحن نرتب على الموعد بحيث نحصر احتياجات الدولة من الوظائف للسنوات القادمة وبالتالي لما يكون عندنا احتياجات للعشر سنوات وعندنا الطلاب من الثانوية يعني على سبيل المثال لو كان طالب في أول ثانوي بقيه criminal ثلاث سنوات يخلص الثانوية وأربع سنوات يخلص الجامعة فبعد سبع سنوات نقول له أحنا ترا بعد سبع سنوات هذه الوظائف التي تحتاجها الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص طيب هذه الوظائف التي تحتاجها الدولة هذه هي الجهات بيزور الجهات هذه يتعرف على طبيعة عملها يقولون لهذا التخصص يجب أن تدرس التخصص الفلاني هو بنفسه يختار الجهة التي يرى أنها أقرب على أساس أنه لا يدرس التخصص وبعدها يحصل نفسه دار التخصص ليس مرقوب فيه أو ليس مطلوب لذلك نحن نسد الفجوة بين مخرجات التعليم وإحتياجات سوق العمل وهذا المعرض بإذن الله سنوجه من خلال طلابنا إلى التخصصات التي تحتاجها الدولة وكذلك سيتم فيه التأكيد على بعض التخصصات التي فيها ندرة صراحة من خلال مثل سعادة الوزير يعني مثل وظائف الطب وظائف الهندسة فسيتم اختيار الطلاب بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي على أساس أنهم يعطوننا من خلال استبيام معين الطلاب لدرجاتهم العلمية عالية بحيث أن نعمل لهم زيارات ميدانية سواء لمستشفى حمد العام أو الجهات مواقع عملية ويقعد الطالب معه يسمع شرح من دكتور قطري يشرح له ويوضح له أهمية المهنة ويدخل حتى له عملية بسيطة يشوف رغبة في هذه التخصصات على أساس نبدأ نوجه طلبتنا للتخصصات المطلوبة بإذن الله سعادة الوزير دي أن ننتقل إلى اللائحة التنفيذية في قانون الموارد البشرية يلي أن نعرف المشاهد الكريم ما المقصود باللائحة التنفيذية ومتى يتم إصدار هذه اللائحة وإذا نتكلم عن المقصود عن اللائحة التنفيذية دائما القانون يحدد الإطار العام ويحدد الأحكام الأساسية طبعا اللائحة التنفيذية تجي مكملة للقانون بحيث أنها تشرح أكثر وتفصل أكثر عن القانون بحيث أن اللائحة آلية تعديلها أسهل وأيسر من تعديل القانون فبالتالي اللائحة دائما تكون تتضمن الأحكام التفصيلية معلومات أكثر عن القانون بالضبط معلومات أكثر والأحكام الإجرائية والتفصيلية للقانون التي لا يتضمنها القانون فدائما أحكام القانون تحدد الإطار العام والحكم الرئيسي وتترك لللائحة التفصيل نعم متى يتم إصدار هذه اللائحة طبعا ستصدر اللائحة اللائحة تم الانتهاء من إعدادها وتم رفعها من مجلس الوزراء وقرارها وستصدر بإذن الله بعد ما يتم العمل بقانون الموارد البشرية المدنية أيضا سعادة الوزير فيما يتعلق بالترقية هناك شرط أساسي لهذه الترقية في هذا القانون وهي الدورات التدريبية دعنا نتحدث أكثر في هذا الموضوع ما في شك أن العنصر البشري هو أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله أحد أولويات الحكومة واليوم ما راح يكون الموظف مش فقط حصل على مؤهل علمي وتعين لابد أن يواقب التطور فاليوم كل المجالات فيها تطور وفيها إبداع فلابد أن الموظف يواقب هذا التطور من خلال التدريب المستمر فمنذ إنشاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشيون الاجتماعية سنة 2013 بدأت بالعمل على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي فأصبح الموظف عشان يترقى من درجة إلى درجة لابد أن يحصل على مجموعة من البرامج التدريبية منها برامج إدارية وهذه البرامج يتم إعدادها من قبل معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشيون الاجتماعية وتحصل في البرامج هذه حسب الدرجات والمتطلبات والمتطلبات نعم إذا كان الموظف مثلا لو قلنا موظف في الدرجة الرابعة تلقى كل اللي في البرنامج هذا من الدرجة الرابعة بس مختلف التخصصات بتحصل فيه القانوني فيه المحاسب فيه المهندس على أساس أنهم بيأخذون برامج إدارية التعادل أو توازي الدرجة اللي يشغلونها هو كشرط بالضبط مثلا البرامج إدارة الوقت برامج القيادية فهذه البرامج إدارية لازم يأخذها بالإضافة إلى البرامج التخصصية اللي يتم تحديدها من جهة عملة وهذه البرامج يعني راح تكون حق المتخصصين في نفس المجال حتى البرامج التخصصية تشرف عليها وزارة التنمية الإدارية طبعا ما راح يترقل لازم يأخذ النعيم من البرامج لكن البرامج التخصصية بعضها تعدها وزارة التنمية بطلب من الجهات تنفذها له وبعضها الجهات تنفذها أما في الداخل أو في الخارج بحسب نوع البرامج بعضها برامج هندسية تحتاج متطلبات أخرى بعضها برامج فنية فبس مهم لترقي الموظف أن يحصل على هذه البرامج طبعا هذا بالنسبة حق الوظائف الإدارية التكرارية الوظائف الإشرافية لو تكلمنا عن مدرى الإدارات هناك متابعة وتوجيه من معالي رئيس مدرس الوزراء على أهمية أن يكون مدير الإدارة قادر أن يدير إدارته بكل كفاءة فتم تصميم برامج متخصصة لمدراء الإدارات تشمل على عشر أشهر هذا البرنامج لكل مدير مستمر عشر أشهر عشر أشهر لكن كل شهر ثلاث أيام فيأخذ ثلاث أيام ويرجع جهة عمله يطبق ويجهز المادة ويجيه لسبوع الشهر لبعده ثلاث أيام تضمنت عشر محاور في الحقيقة هي من ضمن أساسيات الإدارة والقيادة لو تكلمنا عنها بإجاز تكلمت عن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بمعنى اليوم أنت كمدير كم الحاجة التي تحتاجها من الوظائف أو كم الطاقة التشغيلية لإدارتك العدد الأمثل اليوم نحصل بعض الإدارات فيها مية بعضها فيها عشرين فيتم تدريب المدير أو توضيح وشرح له شلون يتم تخطيط قوى عاملة في هذه الإدارة ويرجع جهة العمل ويدرس احتياجات إدارته ويستعين بالخبرة عندنا من معهد الإدارة العام يمكن يروحون ويسومون له هذا المثال ويشوفون كم العدد المطلوب له هذا إذا جاز عدد الموظفين خارج الهيكل التنظيمي هذا طلب أكثر من الموجودين لا ما بقضية طلب هو كمدير على أساس الإدارة هذه كم حاجتها احتياجات الإدارة الفعلية الإدارة الفعلية قد يكون العدد الذي عنده أقل من العدد المطلوب قد يكون أعلى فأنت كمدير على أساس أنك تطلب وظائف سنويا أنت شون تقدر تعرف أنت كم تحتاج فهذه واحدة من المهارات اللي يكتسبها المدير في هذا البرنامج المحور الثاني اللي يأخذه في الشهر اللي بعده التعامل مع وسائل الإعلام شون يقدر يتعامل مع وسائل الإعلام لأن هذا المدير يروح يمثل الدولة في محافل خارجية ودولية فلا بد أن يتعامل مع وسائل الإعلام يتعامل مع الأسئلة نفس الشيء الجانب التخطيط التخطيط الاستراتيجي لا بد كل مدير يعرف الخطة الاستراتيجية للوزارته شنو دور وزارته في تنفيذ الخطة شنو المشاريع المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية لوزارته وشنو دور إدارته في تنفيذ هذه الخطة فهل إدارته هو ينفذ أحد المشاريع تنفيذ مباشر أو مساعد وين وصل فيه نفس الشيء يأتي الشهر لبعده يكون عنده هذا إذن هي دورات متسلسلة دورات متسلسلة ومتخصة فيها الجوانب القانونية في الإدارة فهذه المتطلبات الحد الأدنى من اشتراطات شغل وظيفة مدير إدارة فالحمد لله تم تنفيذ هذه البرامج على مجموعتين والحمد لله في حدود 300 مدير حضروا هذه البرامج والحمد لله سيكون إن شاء الله لمساعدين المدرأ وأي مدير يلتحق جديد يدخل في هذه البرامج إذن دورات مساعد المدرأ تختلف عن دورات المدرأ ستكون مشابهة مشابهة لهم لأن هذه القيادية لأن مساعد المدير أو رئيس القسم لابد أن يترقى ويصير مدير في يوم من الأياز سعادة الوزير تم استحداث الدرجة الخاصة وأيضا الدرجة الممتازة في قانون الموارد البشرية ما هي المبررات في ذلك؟ طبعا من خلال التطبيق العملي لقانون الموارد البشرية الحالي لقينا أعداد كبيرة من الموظفين في الدرجة الأولى وصلوا لسنوات طويلة ففكرة سلم الدرجات الجديدة كان مربوط بمن أول ما يدخل الموظف للوظيفة العامة ويمشي بالتدرج في سلم الدرقيات لغاية ما يوصل الدرجة التي يستحقها حسب مؤهلة يكون شارف على سن التقاعد بحيث يكون هناك حافظ للموظف على الترقي من درجة إلى درجة لغاية ما يصل لسن التقاعد والاستمرار في العمل يعني حالي نعم بالضبط والاستمرار في العمل باجتهاد وحافظ لأن اليوم نبقى الموظف منتج موظف اليوم يعمل لبناء دولة قطر وهذا ما أشار به سيدي سمو الأمير الله يحفظه في خطابها الأخير أمام مجلس الشورى قطر تستحق الأفضل من أبنائها فاليوم هذا القانون أعطاهم مساحة لكل أن يبني ويجتهد ويخلص والحوافز أنه ما يوصل أعلى درجة إلا هو يوصل بالترقيات بالبدلات أنه يوصل لأعلى درجة فعلى سبيل المثال اليوم بدون مؤهل فتحت لها الدرجة لغاية ما يوصل سن الستين يكون يوصل على الدرجة الثالثة والدرجة الثالثة من درجات كبيرة وهذا شيء طيب صراحة نعم اليوم الثانوية وأعلى يوصل للدرجة الممتازة ففتح الدرجتين على أساس يعطى الموظفين اللي في الدرجة الأولى اليوم وفي سن أقل من سن التقاعد فكثير من الموظفين كان يحس بالأحباط أني أنا راح أجلس لغاية ما يوصل سن الستين في نفس الدرجة اللي هي الأولى اللي هي الأولى ففتح الدرجتين أعطاهم مجال وحافز للترقي لغاية ما يوصل سن الستين نعم صحي سعادة الوزير كان في الماضي في قانون موارد البشرية جدول الرواتب التشغيلي وجدول الرواتب الإشرافي وهناك فرق في الرواتب بينهم الحين الجدول التشغيلي وكذلك الإشرافي أصبحت في الرواتب في موحدة حدثنا عن هذا الموضوع في قانون الموارد البشرية قانون إدارة الموارد البشرية الحالي كان هناك جدول تشغيلي للجهات للمنفذة التشغيلية وآخر إشرافي للجهات اللي تترسم السياسات كالوزرات طبعا هذا أثناء التطبيق العملي أصبحت فيه صعوبة في تمييز الجهات على أساس التشغيلي والإشرافي لأن بعض الجهات هي في الحقيقة ترسم السياسة وفي نفس الوقت منفذة النقطة الأهم من ذلك المواطن القطري المواطن أي مكان يتبع جهة إذا كان عندي ثنين مواطنين حاصلين على نفس المؤهل ففي السابق كان إذا راح جهة تتبع الجدول الإشرافي يكون الراتب الأساسي أعلى منه إذا نفس الدرج نفس التخصص راح جهة ثانية فالمواطن في النهاية يفترض أن يكون يحظل على نفس الراتب الأساسي لأن في النهاية المواطن لما يتقاعد هو هذا خدم البلد وهذا خدم البلد فيفترض أنهم مثلين يخدمون البلد يتقاعدون براتب واحد ما يكون فيه تمييز الفرق بين جهة وجهة مش على الجهة نفسها أو مسمى الجهة الفرق راح يكون في القانون الحاء الجديد على طبيعة عمل الوظيفة نفسها يعني بعض الوظائف لها من الصعوبة والمشقة راح يأخذ عنها بدل طبيعة عمل لذلك تم توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتشغيلي بحيث بداية المربوط في الجدول الجديد بداية الجدول كان الإشرافي ونهاية التشغيلي شمال لثنين بحيث أن الموظف اليوم بعد تطبيق أو العمل بالقانون راح ينقلون على الجدول الجديد محد منهم راح يمس راتبة أو يمس لكنه راح يدخل في نفس شريحة الجديد إذن باختصار ساعدة الوزير الرواتب توحدت في الجدول التشغيلي والإشرافي بالضبط أيضا ساعدة الوزير من المواضيع التي يجب أن نسلط الضوء عليها من خلال هذا اللقاء وهي مكافأة نهاية الخدمة الذي ورد في قانون الموارد البشرية الجديد لو نتكلم عن هذا الموضوع طبعا مكافأة نهاية الخدمة بصدور القانون أصبح للموظف الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لمن أنظف الخدمة أكثر من عشرين سنة فيستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة لغاية ثلاثين سنة من بعد ثلاثين سنة يستحق شهرين فلو عندنا موظف مدة خدمته خلنا نقول خمس وثلاثين سنة من بعد العشرين سنة سيأخذ عن كل سنة براتب شهر لغاية الثلاثين من بعد الثلاثين سيأخذ بواقع شهرين آخر أساسي طبعا طبعا آخر أساسي نعم بس هناك نقطة أحب أوضحها تفضل سعادة في لبس يمكن قد يكون وأنا يمكن شفتها من خلال الأسئلة التي وردت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأخوان فيه اليوم نص في قانون الموارد وهذا النص متعاقب من كل قوانين الوظيفة العامة اتداء من قانون الوظيفة العامة مرورا بقانون الخدمة المدنية وقانون موارد البشرية إدارة الموارد البشرية وقانون موارد البشرية المدنية التي تم مصدارها مؤخرا النص هذا حدد يستحق الموظف القطري مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن الخمس سنوات الأولى وبواقع شهر ونص عن الخمس سنوات التالية وبواقع شهرين عن مزاد عن ذلك هذا النص يتكلم عن الموظف إذا لا يجمع بين المعاشي التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة سيستحق حسب الترتيب هذا شهر الخمس الأولى شهر ونص الخمس اللي بعدها شهرين ما زاد عن ذلك لأن في بعض الموظفين يطلع من الخدمة وما تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فبالتالي راح يأخذ مكافأة نهاية خدمة حسب الحسبة هذه أو وفقا للحسبة هذه لكن فيما يتعلق بالجمع احنا قانون الوظائف العامة ما كان تكلم عن الجمع لأنه أصلا ما كان فيه تقاعد فبصدور قانون التقاعد في ستة ثلاثة ألفين وثلاثة صارت تسوية للكل كل الموظفين من ألفين وثلاثة صارت لهم تسوية فأي موظف اشتغل قبل ألفين وثلاثة في الألفين وثلاثة لما انشأت هيئة تقاعد المعاشات وصندوق التقاعد اللي دخلوا كلهم في الصندوق أصبح صارت لهم تسوية لأنه قبل كان فيه سلفة على ضمان مكافأة نهاية الخدمة فهذه اللي كانت تصرف بواقع كل خمس سنوات فصارت تسوية لها اليوم بعد صدور قانون التقاعد أصلا أول ما صدر قانون التقاعد كان يحضر الجمع بين المعاشي التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة بعدها صار تعديل على قانون التقاعد وسمح بالجمع بالنسبة بعد العشرين سنة للموظف اللي يخدم بعد عشرين سنة يستحق مكافأة نهاية خدمة وما حدد كم يستحقها تركها لللايحة التنفيذية واللايحة التنفيذية من 2003 إلى اليوم مصدرت 13 سنة جاء اليوم قانون الموارد البشرية وحسم هذا الموضوع بحيث ألغت المادة أو ألغي النص من قانون التقاعد وأضيف في قانون موارد البشرية المدنية على اعتبار أن هذه المكافأة سيأخذها الموظف من جهة عمله اللي يعمل فيها لما يطلق تقاعد يأخذها من جهة عملك هي مكافأة عن خدمتها اللي يشتغل فيها في الجهة فسيأخذها من جهة عمله ما سيأخذها من التقاعد فأضيفت في مكانها الصحيح في قانون الموارد البشرية المدنية طبعا حسب ما أشرت بواقع شهر فيما زاد عن عشرين سنة لغاية ثلاثين وشهرين فيما زاد عن الثلاثين تم تشكيل لجنة بعد صدور القانون هذه اللجنة فيها ممثلين من هيئة التقاعد والمعاشات ووزارة التنمية الدارية والعمل والشيون الاجتماعية لحصر جميع المتقاعدين التي تصرف معاشاتهم التقاعدية من قبل هيئة التقاعد والمعاشات لتحديد استحقاقاتهم إذا كان لهم تسوية قبل 2003 وبعد 2003 ورح يتم التواصل معهم على أرقام تليفونات تم المسجلة في هيئة التقاعد والمعاشات وكذلك في أرقام تليفونات رح يتم الإعلان عنها في حال حد من الأخوان جاه اتصال أو رسالة نصية عن المكافأة ويحب يستفسر يتصل على هذا التليفون أو حتى يزور مقر اللجنة ويستفسر عن وضعه في نقطة أخيرة في هذا الموضوع طبعا المتقاعدين عندنا في الدولة نوعين متقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات اللي هم طلعوا التقاعد قبل 2003 وتصرف رواتبهم من خلال وزارة التنمية إدارية والعمل والشيون الاجتماعية والمتقاعدين بعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات اللي تصرف رواتبهم من خلال هيئة التقاعد والمعاشات طبعا المتقاعدين قبل عمل بقانون التقاعد والمعاشات طبعا موجودين في الحسبة وفي لجنة بعد غير اللجنة الأولى مختصة بهؤلاء الموظفين المتقاعدين تدرس حالاتهم ومن اللي ما أخذ بتصير دراسة لكل حالة وراح يتم التواصل معاهم عن طريق اللجنة على أساس يعطى كل يدي حق حقه ويأخذون مستحقاتهم إذا ما انصرفت وبالنسبة لو كان فيه حد متوفي تصرف لذويه والمستحقين الشرعيين من الورثة سعادة الوزير كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء صراحة إذا كان فيه شيء نذكره في هذا المقام هو دوجيه الشكر لسيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد مفدى حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير الله يحفظه ومعالي رئيس مجلس الوزراء على تشجيع الكوادر القطرية وتحفيزهم لبدل المزيد لخدمة بلدهم بالنسبة لأخواني وخواتي الموظفين والموظفات أوجه لهم نصيحة بينهم يشدون حيلهم البيئة والمناسبة ومشجعة على العطاء والتمييز لأن دولتنا تستحق مننا الأفضل نعم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال العيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شكرا جزيلا لك على قبول هذا اللقاء وأيضا على هذه المعلومات التي بلا شك تهم شريحة كبيرة من المجتمع القطري فشكرا لك أشكرك أخي محمد وأشكر تلفزيون قطر على هذه الاستضافة وأشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذا اللقاء لكم مني ومن القائمين عليه التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم